فكرت تخليهم ينحبوا جاز بم انه انت في عندك قلات جاز موجودة فكرت بس نفسي مقاش هما يعني سوري يعني نمرمغهم شوية بس في الشرقي و بعدين هما كده كده بتكون وجدان هو بيطلع في حاجة انا بحب اعملها في احنا لما درست موسيقى في الكلية ناخد حاجة اسمها تيكنيك دي مقطوعات بدون لحظة حاجة بس للتدريب الصوابع حاجة مش عارف و مقطوعات تانية لحنية لأ هنا بقى انا بعمل معهم حاجة عشان الطفل ما يحصلش عنده ملل ما يحصلش عنده بتاع انا بجيبي المقطوعات اللي فيها تيكنيك هيتعلم منه حاجة و في نفس الوقت هي مقطوعة بالنسبة للمجتمع لما هو يعزفها في اي حتة تبقى ظاهرة تبقى بينا وابدأ اعلمه دي عشان نتعلم منها المهارة اللي انا عايزها بعد فترة هتبقى مع مجموعة مقطوعات و مع مجموعة مهارة و طبعا نديله حاجات تيكنيك بس ده المين اللي انا بحب بقى مش معها في نفس الوقت بتعمل حاجات هو طول ما بيعملها بيسمعها مثلا الكبار بيدعموه بتعزف حاجة كبير يقول برافو فلما يكون دعم جاي من الأسرة عن وعي و دعم كمان جاي من بره و دعم جاي من الجمهور الطفل كده بيحصل عليه حصار فلازم يطلع اللي هو عايزه ليك على طول حسب ما انت عايز طب هل فكرت او بتفكر او ناوي خدش و خدتوا لك من السؤال انه يبقى فيه حاجة بتاعتك و انتو يعني هتتلحن مخصوصا علشانكو ان شاء الله لأ ان شاء الله هايل هو و نفسي دي تطلع اكتر مش مني انا بقى موجه اوكي يعني هو فيه عندي كزا حد كده عمل كزا جملة يين فاطلع منها حاجة فالفكرة اه دايما فكرة الواحد ما يقتلش الابداعنا كل حاجة بعلمها للولاد و فيه حاجة بعملها طول ما انا قاعد انت كدرته فين ده عامل ايه لو حد عندك اقتراح طب ما نعمل دي هنا تسمعني تمام اه انا بتديلهم مساحة بتديلهم المساحة دي ان هما يقولوا ما نجرب كزا ما نعمل كزا طب ايه رأي حضرتك بالضبط لان هو الطفل بالمناسبة احنا يمكن زي ما حركة تسمع ان شاء الله انا مش مركز على القديم بس لازم برضه هما حاجات من جيلهم حاجات من الحاجات الحديثة لتعمل حسني لازم يعمل حاجة مش كتير بس لازم ليه ما ينفعش انت انت كطفل انا ابدا الله متسلط عليك اعمل 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 بتعمل حاجة بتفرحك وبتعملها بتطلع منك حلوة جنب حاجة جنب حاجات كتير احنا ببقى بنزرعها فيك دايما الطفل لما تاخدوا بالراحة بتطلع احسن ده مما لا شك فيه لكن فيه ان شاء الله قريبا يمكن نعمل عمل وهنا عمال يبقى اتنين وبالمناسبة فيه جايلي كزا شعر بيعمل حاجات للاطفال وجوا دو وعايزك من نلحن تروب فيش مشكلة بس الاول انا ببني وعشان تبني انت بتبني في كزا حتة فكرة انت تبقى اول اوركسترا اطفال متكامل بيعمل حاجات بالبنزر دوت دي لها تمن التمن ده مجهود وتعب وغير دول بقى دور بتاع حضرتكو بقى الاعلاميين اللي هما يلقوا الدوق عليه نحنا عشان احنا ننفع نكمل ونواصل وفي نفس الوقت نحس بمجهود والولاد يحسوا بمجهود اللي هما عملوه والاهالي هما دول مربوطين في اهلهم الاهل يعني اللي يخليه يعني يتكلف ان هو يسافر معاك ويفض نفسه وياخد ابنه او يجيب له آلة او طب انت الحاجات دي كلها فين الحاجة طول ما انت شايف الموضوع بتقدر تبدأ تتجه بقى لحطة ايه الابداع بتاعك وان شاء الله ربنا يكرم نعمل حاجات خاصة بيهم وقول دي بتاع فلان او دي كانت خارجة من ورشة كان عملها فلان وفلان وفلان حلو يبقى هايل